اشهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بالإنجازات والمكتسبات التي حققتها اللجنة الأولمبية خلال الفترة الماضية عبر دعمها المتواصل لفريق البحرين انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المنتخبات بمختلف المشاركات الخارجية أكد سموه أهمية الإعداد والتحضير للدورات والبطولات القادمة في مقدمتها أولمبياد باريس 2024 الذي سينطلق في 26 من يوليو المقبل جاء ذلك لدى ترأس سموه اجتماع مجلس الإدارة الرابع بقصر الوادي الاثنين إبريل 2024 بحضور نائب الرئيس سمو الشيخ عيسى بن علي الخليفة وأعضاء مجلس الإدارة وسعادة الأمين العام فارس مصطفى الكهاجي وجه سموه بأهمية مراجعة ودراسة المخصصات المالية للمشاركات الخارجية في اللائحة المالية بما يتواكب مع المستجدات الحالية خلال الاجتماع تم اعتماد محذر اجتماع مجلس الإدارة السابق واستعرض الأمين العام سعادة السيد فارس مصطفى الكهاجي التقرير المالي للجنة الأولمبية لعام 2023 والخطط المالية المتوقعة من يناير لغاية يونيو 2024 كما تم استعراض التقييم الفني للاتحادات الرياضية وأبرز المشاركات الخارجية للاتحادات لما تبقى من عام 2024 وآخر التحضيرات لإعداد اللاعبين لدورة الألعاب المدرسية الدولية 2024 واستضافة المنتدى الإقليم الأسيوي للمجلس الأولمبي الأسيوي كما استعرض الأمين العام آخر المستجدات بخصوص برلامج صناعة الأبطال وتقرير المركز الوطني للطب الرياضي والتأهيل وتقرير الأكاديمية الأولمبية وتقرير عن لجنة تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الرياضي واستعرض الأمين العام آخر التحضيرات الخاصة بأولمبياد باريس 2024 بعد تأهل أربع ألعاب وهي ألعاب القوة والجود ورفع الأثقال والمسارعة بجانب تقديم عرض خاص عن استضافة مملكة البحرين لبطولة العالم للغطس العالي المؤهلة لبطولة العالم للألعاب المائية 2025 واستضافة الجولة العالمية للغولف 2024 وبطولة العالم لرفع الأثقال وتنظيم النسخة الرابعة من أولمبيانت الأطفال المسقر وفي ختام الاجتماع نوه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة بالجهود التي يبذلها الجهاز التنفيذي للجنة الأولمبية البحرينية والدور الهام الذي تلعبه في مساندة المنتخبات الوطنية واستضافة العديد من الأحداث الرياضية الدولية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية متمنيا سموه للرياضة البحرينية المزيدة من التقدم والازدهار اشتركوا في القناة